من إسطنبول يلتحق بنا المحلل العسكري والاستراتيجي العميد أحمد رحال سعدت العميد أهلا بك معنا يعني بعد بدء عملية غصن الزيتون فعليا في عفرين ما الخيارات المتبقية أمام كل من تركيا في جانب والأكراد وواشنطن في جانب آخر مساء الخير يعني واضح أن كما قلنا سابقا على شاشتكم الكريمة أن البيئة العسكرية أصبحت متوافرة في محيط عفرين وكان يقص البيئة السياسية واضح أنها حصلت أنقرة على نصف المفاتيح من موسكو والنصف الآخر يبدو أنها رضخت واشنطن إلى هذا الأمر يبدو أن هناك رؤية أيضا جديدة لدى واشنطن من أن التعامل مع الميليشيات أفقدها حلفاء الأساسيين في المنطقة إن كان تركيا أو بعض دول الخليج الأساسية التي كان يفترض على واشنطن التنسيق معها سواء كان في محاربة الإرهاب أو حتى في وقف المد الطغياني الإيراني اليوم تركيا استطاعت الحصول على هذا الضوء الأخضر وبالتالي وجدنا من أنها أمام عملية متناسقة تتعاون في القوى الجوية مع الحوامات مع القوات الأرضية سواء كان من الجيش الحر أو من الجيش التركي لكن واضح أن هناك وقت محدود كما وصل إلى أسماعنا من أن هناك ثلاثة أسابيع فقط معطات لجانب التركي لحسم الماركي وبالتالي وجدنا اليوم هذا الدخول الجوي والاشتراك الطيران بشكل كسيف جدا قصفت حوالي 18 إلى 19 منطقة حوالي 108 أهداف معدل 95% من الأهداف المخططة تم تدمير بعض المقرات تم تدمير مستودعات تم تدمير منظومة الاتصال تم تشغيل منظومة كورال التي مختصة في إنهاء عمل منظومات الاتصال لدى البيادة وبالتالي تركيا والجيش الحر اليوم لديهم فرصة من أجل إعادة المناطق التي استولى عليها الانفصاليون في شمال وغرب وشرق مدينة عفرين وأنا أعتقد أن الموقف الكردي اليوم في موقف صعب يعني الحلفاء تخلى عنه كما تخلىت واشنطن عن كردستان وموسكو اليوم سحبت قواتها باتجاه نبل والزهراء وبالتالي أنا أعتقد اليوم الفرصة المواتية لعقد طاولة حوار يتخلى من خلال هؤلاء الانفصاليون عن منطقة أفرين درعا لحماية مليون سوري متواجدون في تلك المنطقة إن كانوا نازحون أو كانوا منها السكان الأصليين أنا أعتقد أن تركيا اليوم جادة في خطواتها هذا ما قالته الإدارة الأمريكية وهذا ما وصل إلى الروس وهذا ما يترسخ اليوم على أرض الواقع على ماذا يراهن الأكراد في مواجهة تركيا برأيك عفوا لم أسمع السؤال على ماذا يراهن الأكراد في مواجهة تركيا يعني كانوا يراهنون على موقف روسي متواجد في قارة جنة وفي مطار منخ انسحبوا اليوم كانوا يراهنون على موقف إيجابي من قبل الإدارة الأمريكية تخلوا عنهم عندما قالوا لا يمكن أن ندخل في حرب مع دولة مقابل منطقة كعفرين أو بعض الميليشيات الموجودة هناك وبالتالي الأكراد اليوم بقى لديهم خيار واحد فقط وهو التحالف مع نظام الأسد وهو تحالف موجود سابقا يعني في مناطق الحسكة وفي مدينة القامش لهناك تنسيق بين قصد وميليشيات الأسد وبالتالي اليوم لديهم تلامس ولديهم جبهة بحدود 30 كم في منطقة نبو الوزهراء ملامسة لعفرين الجنوبية وبالتالي قد يراهنون على دور الأسد لكن على أخواننا الأكراد الوطنيين التخلي عن هؤلاء الانفصاليين وعلى الأكراد الانفصاليين العلم من أن نظام الأسد في نبو الوزهراء يخضع للمشيئة الروسية ولا يستطيع الوقوف إلى جانبه شكرا جزيلا لكم تماما من إسطنبول المحلل العسكري والاستراتيجي العميد أحمد رحال شكرا جزيلا